وزي ما انت قلت لو كان فيه لطف في الكلام منعاً وكده دي كانت من اللقطات طبعاً اللي عليها كلام كتير جداً ايه القصة؟ القصة إن الزميرة موزيعة أميرة شنب واحد من جرانها حصل خلاف ما بينهم أو حاجة ليه علاقة ده مدير في بنك ايه؟ مدير في بنك اه ووظيفته مدير في بنك بس في غد نظر يعني ايه جرها ايه بس هو جرها والجار ليه يعني كل احترامه لكن احنا مش عافين التفاصيل ايه لكن او تفاصيل واقعة لكن بكل احوال فكرة انه يتم لا هو فيه تفاصيل معروفة ونزل يخبط عليهم عشان يحذر من هذا الكلب البشع فالكلب ده انقض عليه ده حسب روايته حسب روايته الكلب انقض عليه ويطلعوه منه بصعوبة واخدين اعصاب من رجليه ينقلوها لبقيد جسمه وحالة صعبة والصورة في حالة صعبة جداً اه هذا الكلب ممنوع اساساً فيه يقال ان هو ممنوع استراره وانا اول مرة اعرف ان هو للزميلة استراره اميرا شنب انا قريد قاله موزيعة ما كنتش عارب فيني الموزيعة بصراحة وعليها ان ترد وتوضح يعني هو كاتب عمتاً البوست ويعني من الوقاع اللي كان عليها جدل كتير النهاردة والوزارة الداخلية حاولنا نكلمها لكن للأسف مقدماش نوصلها وزارة الداخلية امانت صرفت بسرعة ونشرت بيان كشرت فيه ملابسات الوقعة خد بالك ده في كنباونت في شيخ زايد اي اي تين عامر كنباونت في شيخ زايد ما شيفها عشان نبقى قديم بدنا بس اد اي فين اي تين عامر دي انت اي تين عامر خلافها مع طلوعها كان في برضو في كنباونت في شيخ زايد انا مش قصدي حاجة يعني فلتكنين في الشيخ زايد مش قصدي اي شيخ زايد لازم ياخد بالهم انا في اكتوبر من الشيخ زايد اه ماشي اوكي